شابتنا احمد الكاس يا جماعة النهار ده كسب ليبيا 7-1 وعاز اقول لكم مفاجأة بعد ما كان المصر اتغلبت من المغرب 5-1 وبعد غياب اكتر من عشر لعبين طلعوا ان هم رزق ايدهم اكتمل وبالتالي يعتبروا مسننين او كبار عن هذا الجيل يعني يعني ممكن هو 2008 يعني الناس اللي طلعوا ده ممكن يكونوا 2007-2006 واتفر وبالتالي اي حد اي مدرب في الدنيا مسك الجيل ده والمجموعة دي ونقص عشر لعيبة فجأة واستمن لعيبة فجأة وبعد كده يتغلب من المغرب في المغرب 5-1 ولسه عنده ماتش مع الجزائر ومع تونس ومع ليبيا يروح كسبان الثلاث ماتشاط ويوصل للنقطة التاسعة والمغرب توصل للنقطة التامنة تكسب ماتشين وتعدد ماتشين ومش عارف تونس كام وليبيا ولا نقطة والجزائر مش عارف أربع نقطة ومصر تتصدر في المغرب التصفيات وتتأهل لأول مرة من 11 سنة لكأس الأمم الأفريقية المؤاهل لكأس العالم للنشئين فهنا لا بد ان احنا نرفع القبعة والتحية للكمتين أحمد الكاس اللي عرف أو 13 سنة اللي عرف ان هو يعالج اللعيبة الصغيرة دي نفسيا بعد ما تغلبوا 5-1 وتقطعوا من ضوب الأرض اتقطعوا من كل الناس اتقطعوا بمعنى كلمة اتقطعوا واحمد الكاس نفسه تقطع وبالتالي لا بد يا جماعة ان احنا نعطي كل واحد حقه كابتين أحمد الكاس اجتهد وقدر ان يكسب 3 مطشاط ويتصدر على المغرب اللي كسبته اول مطش 5-1 في المغرب وبالتالي 1000 مليون مبروك للعيبة 2008 منتخب مصر 1000 مليون مبروك لكابتين أحمد الكاس اللي لقى ظروف تهد اي مدرب غياب 7-8 لعيبة قبل البطول 11-10 ايام هزيمة وخضة للعيبته وهزيمة تقيلة جدا خمسة واحد من المنتخب المغربي والأول مرة يلعبوا قدام الجمهور دوت واعتقد يعني نقطة تحول كبيرة جدا لهذا الجيل من اللاعبين وان شاء الله يكونوا على قدر المسلولية فيما هو قادم بإذن واحد أحد